صباح الخير لألكم أصدقائنا المشاهدين المحطة هلأ مع كلمة الفلاك البداية بتكون مع الحمل المتقوقع على زيت اليوم يلي عم بحس ببعض الكئيب ومنه عم بيلقي قضي محل ويفي وكيفي نصيحتنا لألك روّق شوي هدّ أعصابك لتقدر تفكر بطريقة جيدة الثور اليوم بيخلق موضيع من نجم نسج الخيال وبيحاول هيك يفكر أنه يتطور أكتر بالحيات نحن بدنا نقل لك ما فيك تتقدم وتتطور إذا الي تقعد على الكنبية بدك تطلع بأفكار جديدة تحاول تتطور من خلاله وربما هالأفكار تبتك على الطريق السليم الجوزاء أوقات بيفكر أنه يلي هو بيقدر يعمل وما حدا بيقدر يعمل أو زكاء فاضح ما حدا بيقدر يوصل لزكاءه نحن منقل لك أنه كل الناس أسكي إيه وكل الناس بيقدروا يعملوا كل شيء الشاطر بشتارته يلي بيقدر يصبر على المطبات أكتر هو يلي بيوصل بالنهاية وأهم شيء مش يلي بيضحك بالأول يلي بيتضحك بالآخر السرطان كان معجوء كتير هالفترة عنده كتير أمور عفوا عن بيدرسها ومش عارف من وين بده يبلش اليوم وكأنه حدا بيجب له هالخيط وبيقله هايدي هي بداية الطريق فباشر اليوم ممكن يبادر إلى حلول ضمنية إلى أفكار جديدة قد تعتبر غريبة ولكن قد يأتي منه ثمار الأسد متقوقع على الزيت وهيكي مثل كأنه فيه من جوه بركان ناطر أي متى بده ينفجر ما عم بيتحمل حكي حدا ما عم بيتحمل يمكن صباح الخير ما عم بيتحمله هالقد هو متشنج ويمكن بيحقلك لأنه يلي ما رأت فيه منه هي أبدا العزراء حاول تاخد قرار مفصلي يتقص في الروتين مع الحبيب يعني الحبيب عم بيشكي لك أنه عم بعين من الروتين القاتل وإنت مكانك راوح ما عم تتغير ما عم تعمل شي جديد حاول أنه فعلا تعمل شي جديد لتكسر الروتين بينك وبين الحبيب الميزان نظرة حلوة إلى المستقبل عم بيحاول الميزان يطور حاله بمختلف الأمور ابتداء من الناحية العملية عم بيحاول يطور حاله فيها وصولا إلى الناحية العاطفية فأنت اليوم عصفور رومانسي عم بيطير من شجرة إلى أخرى العقرة بكتير بتكون غلطان إذا بتفكر أنه أنت ما فيك تنجز أنت ما فيك ترجع تقوم لأيام علمتك قديش أنت قوي من جوا فاليوم ما تستسلم لليأس وحاول ترجع توقف من أول وجديد القوس القوس مش همه كتير حكي الناس ومش همه كتير القال والإيل وهيدا كيف بيقايمه وهيدا كيف بينظر له اللي همه هو شو بيحس عن حاله وهو مرتاح كتير لكل الأمور يلي قام فيها ونحنا منشط على إيدك ومنقلك برافو عليك الجدي يتمتع بجاذبية وبسحر قلنا زيره اليوم بس يدخل الجدي بتحسه فيه وهج فيه جاذبية في حدا قالك تطلع فيه ومش بس من برا فيه مضمون داخلي من جوا فاليوم أنت بتجنن مية على مية الدلو يتخبط بوضع مادة مش ولا بود عم بيشوف كيف بده يحسن وضعه المادة يمكن أكيد فيه بعض الصعوبات في بعض المطبات ولكن دايما حاول أنك تتابع بوطيرة سعودية خليكن عندك إيمان بالنفس وإيمان بأله وأكيد بالتتابع نحو الأمام وما تخاف الحوت يعني مثل كأنه زهق بقى من تكرار هالإشياء اللي بتتكرر قدامه دون حلول زهق من أنه يشوف مشاكل 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 بلا حلول اليوم بركي بيحكي مع أصحاب الشأن يمكن رؤساءه بالعمل لطرقية معينة أو لعليوة مدية معينة نوصل له مولود اليوم مولود اليوم متمكن من كلامه متمكن من قراراته بيفكر بشكل صحيح ويمضي قدما نحو الأمام عنده إطار منطقة كتير مهم ما في صعوبة بالتنفيذ ولكن أحيانا بيكون عنده صعوبة بالتخطيط من إيجابياته إنسان جميل قلبا وقالبا من سلبياته دايما بحاول يتصدى للآخرين هالسنة سنة التحرك اللائق تحييتنا لكل موليد اليوم أما الاسم سندرا سندرا اليوم بدنا نتعرف عليها الاسم يعود إلى أصول لاتينية وبيعني من هي مساعدة ومن هي حامية سندرا أنساني متوازنة بطبعات تضرب ضربتها بكل تفاقل وحب بتحب الحياة تجمع بين العقل والعاطفي حنوني قريبة طيبة القلب جميلة كتير سندرا بتكون دايما السباقة بنشر أفكارها تطورية وهي إمرأة طموحة وهادفة تحييتنا لكل سندرا عم بتبعنا هيدا كل شيء أصدقائنا بتمنى لكم بقي تنهار لطيف يا راب وإلى اللقاء